السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة أخطر ما يمكن أن تسمعوا في هذه الحلقة مخطوطة نور الدين زنكي اللي عملنا قبل كده جزء عنها تعالوا نكمل فيها الكلام المهم عن ملك بابل الذي سيخرج في آخر الزمان ويجمع له أهل الأرض مرتين ثم لا يهزم يموت بالحمة في وادي السسبان هل هو السفياني؟ أين تقع منطقة السسبان إلا هتبين لنا بوضوح مفجأة كبيرة جدا وبتبين لنا مكان هذا الرجل اللي في اعتقادي أنه هو السفياني الذي جاءت به الروايات تعالوا نبدأ مباشرة هذه الحلقة ونقرأ مع بعض مخطوطة نور الدين زنكي اللي بقالها ألف سنة تقريبا وموجودة في المتحف التركي في تركيا بتبدأ المخطوطة أنا المستنصر بالله في سبيله الأمير نور الدين زنكي طلبت كتابة وتدوين هذه الحادثة ليقرأها من له علم بالقرآن والإنجيل والتوراء وعلم الفلك في شهر صفر في عام خمسمية واحد وخمسين هجريا احنا هنقرأ المخطوطة وبعد كده هنعلق عليها ونشرح الأسرار اللي فيها كنا نجاهد الإفرنج في أنطقيا وقد حاصرنا حصن اسمه حرم وأثناء حصارنا للحصن نظرت فرأيت بيتا من عيدان الشجر فقلت لمن هذا البيت فقالوا إنه لكاه يهودي فقلت أحضروه بين يدي فلما أحضروه لا تفطه بالكلام فعرفت أنه تجاوز المئة من عمره فسألت ما علمك قال الكثير فقلت عن أمتي وأمتك قال أتصدقني لو قلت لك سوف يأتي زمان نقبض أربعة أركان الأرض فيه فقلت ألا لعنة الله عليك كيف قال أتصدقني لو قلت لك سوف نعلو عليكم ونقتل صغاركم ورجالكم ونتوج عليكم ملوككم فقلت إنك لكاذب بعدما قرأت لكم المخطوطة ربنا يبارك لينا في وقت الحلقة وضغط على زر الإعجاب وانشر هذه الحلقة على جميع المنصات هذه المخطوطة تتكلم عن ملك يظهر في آخر الزمان يسمى بملك بابل والعلماء اختلفوا في توصيف كلمة ملك بابل فقالوا بابل هي العراق قديق يعني المقصود بها العراق وعلشان كده كتير من أنصار الرئيس صدام حسين ظنوا أنه هو السوفياني بل لا أبالغ إذا قلت لكم أن اليهود أنفسهم ومن ورائهم أمريكا السر في ضرب صدام وضرب العراق مش الأسلحة النووية والكلام الفارغ ده لأن كلهم بيتحركوا من منطلق النبوءات بتاعتهم واليهود زي ما بيظهر عندنا في هذه المخطوطة عارفين كويس جدا عارفين كويس جدا الأحاديث بتاعة الرسول والقرآن والنبوءات وموضوع الضعيف ده يعني مش عايز أقول لكم أنهم ما بيميزوش ما بين الصحيح والضعيف علشان كده بيتحركوا من منطلق عقيدة فتم غزو العراق ظنا منهم أن صدام هو ملك بابل الأمير نور الدين زنكي من أعظم أمراء الإسلام ولذلك لما ضار الحوار بينه وبين هذا الرجل اليهودي اللي تجاوز المائة عام واتفاجئ الأمير نور الدين زنكي وده شيء طبيعي لأن أيام الأمير نور الدين زنكي أيام فتوحات عظيمة وانتصارات رائعة للإسلام والمسلمين فلما يجيه الواحد يهودي في هذا التوقيت ويقوله أننا في آخر الزمان سنعلو عليكم فاستغرب نور الدين زنكي الناس دي أنا عايز أقول لك حالة ما كانوا يتوقعوا أبداً أبداً أن يحصل العلو مع أن العلو ده موجود في القرآن العلو ده موجود في القرآن والراجل اليهودي لم يأتي بجديد وأن العلو الثاني لليهود ذكر العلو الأول والثاني فبيتكلم من منطلق القرآن ما بيجيبش حاجة من بره الراجل اليهودي فاتفاجئ نور الدين زنكي وبدأ يسأله عن عدة أسئلة بيقول له يعني أتصدقني الراجل اليهودي لو قلته سوف نقبض أربعة أركان الأرض في هذا الزمان طيب ما قالوش الأرض كلها ليه لأن ده اجتهاد مني لأن ربع الأرض فعلاً في ذلك الوقت اللي احنا عايشين فيه لا يستطيع اليهود اللي هم يسيطروا عليها لأن هم مسيطرين على إيه أقول لك الأماكن اللي هم مسيطرين عليها حشان ما عديش حرف من هذين نبوءة مسيطرين على أوروبا وأمريكا والدول العربية وأجزاء من أفريقيا والربع الباقي اللي هو ناحية الصين وروسيا والأماكن دي مش قادرين اللي هم يسيطروا عليه نبوءة دقيقة جداً جداً الموضوع بقى أن هم يعلوا يقتلوا الصغار والكبار ويعينوا الملوكي الكلام ده كلام يعني بقى واضح قوي وضوح الشمس مش بحتاج لإيه لا يتعليه لأنه متحقق بنسبة 200% أهم جزئية جزئية من يدمركم نهايتكم هتبع على إيد مين اليهود أيها الأحباب في هذه المخطوطة بيتكلموا عن رجل الرجل اليهودي ده بيتكلم عن ملك بابل ملك بابل وإحنا قلنا زي ما قلنا في بداية الحلقة في اختلاف كبير جداً في تحديد مكان ملك بابل زمان كانوا بما يحبوا أن هم يعظموا مملكة بيسموها بابل بدليل أن في آخر الزمان عندما تكلموا عن هلاك أمة كبيرة فقالوا بابل الجديدة خد بالك انتبه معايا يبقى إذن هم لا يقصدوا بابل الموجودة في العراق ده اكتهادي بيتكلموا عن بابل أي مملكة تكون عظيمة طيب عايزين نمشي مع بعض ونشوف المملكة العظيمة دي ممكن تتحقق لمين مش للمهدي خد بالك لأن المخطوطة بتتكلم عن جبار عنيد طاغية اليهود هم اللي حطوه وبعد كده نقالب عليهم طبعاً هذا ليس المهدي في ترجيحاتي هذه الشخصية السوفياني بنسبة 100% السوفياني طيب تعالوا نشوف السوفياني أو ملك بابل ليه اليهود خايفين منه لأنه هو عينهم طيب هذه المواصفات تنطبق على مين راجل قوي جبار عنيد لذلك الجميع ظن له أصدام بما فيهم اليهود وأمريكا بس بصدام مات ولا تنطبق عليه هذه المواصفات لأن حتى المخطوطة بتقول أن احنا بعد ما نهزمه يظهر بعد أيام من جديد وأصدام يعني مش لو ناس بتنتظر ظهوره على أساس أنه حي هيبقى الظهور بتاعه غير مطابق للمخطوطة لأنه بقاله سنين من وقت إعدامه على افتراض أن الناس بتقول أن ده شبيه صدام والكلام اللي أنتو كلكم عارفينه أهم جزئية يا أحباب أن بيقولوا في المخطوطة بيقول الرجل اليهودي بعد ما نعينه هينقلب علينا وده اللي بيؤكد أن السوفياني صناعة غربية يا جماعة فهموا الناس اللي بتنتظر سوفياني مزيف ما فيه سوفياني مزيف لأن أصلا السوفياني هيبقى صنيعة الغرب وأمريكا واليهود انتبهوا لهذا الأمر جيدا فهو من صنيعتهم وأول ما اللي هيحصل أول ما هيمكنه وأنا قلته وأرجعوا للحلقات السابقة ما تكلمت عن السوفياني والجيش الموحد إزاي هيتم تمكينه بصورة يعني لفة كده بعيدة أول ما يتم تمكينه ويسيطر على المدن والمدائن والدول يعني إحنا الزمان كان اسمها المدن والمدائن دلوقتي الدول أول ما يسيطر هيقولوله شكرا قديت المهمة على أكمل وجه يلا بقى نفذ الكلام بتاعنا فيقول لهم لأ ويرفض وينقالب عليهم ويقول لهم ده الملك بتاعي فهيجيشه ضده الجيوش كل الكلام اللي انت اوعى تفتكر ده هياخد سنين الكلام ده هياخد شهور هيجيشه له الجيوش حتى المخطوطة دقيقة بتقولك هيظهر بعد أيام بعد ما يظنوا أنهم قضوا عليه ده يدل على إيه إن الموضوع أولا مش صدام ده السوفياني الحقيقي ثانيا إن الحكاية مش هتاخد إلا أيام معدودة قصة السوفياني دي كلها ما تاخدش ثمان تسع شهور تعالوا طيب لبرضو أهم حتة في المخطوطة يمود بالحمى في وادي السسبان طيب أين يقع وادي السسبان انتبه معايا جيدا لأن من بحث عميق في الموضوع لا يوجد لا يوجد كلام واضح عن مكان وادي السسبان قيل أنه في فلسطين وقيل أنه في السعودية وقيل أنه في العراق وقيل أنه في اليمن أنا بديك الأقوال هاي اللي تكلمت عن وادي السسبان فهذا هذه الأقوال يعني ما تهمناش أوي ليه لأن مش معنى أنه هيموت في المكان ده أن المكان ده موطنه لما تنساش أن السفنها يتوسع في الحروب وممكن يموت في مكان ليس هو بلده بل البلد اللي تولد فيها يعني فانتبه لهذا الكلام جيدا دائما الوقت يداهمنا ولا نريد الإطالة عليكم يعني هنحاول لو في أي أسئلة عن السوفياني أو عن مخطوطة نور الدين زنكي نجاوب عليها النهاردة في حلقة البس المباشر انتظرونا في حلقة بعد قليل بإذن الله ومن ثم حلقة بس المباشر بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته